طيب نبدأ فقرات حلقتنا النهاردة كمان عندنا الصحافة تعالوا مع بعض نشوف صحافة العالم قالت ايه عن الدوريات الخمسة الكبرى مع المحترف طيب تعالوا نبدأ جولتنا النهاردة طبعاً عن الصحافة العالمية هنبدأ في اسبانيا مع جريدة ماركا الاسبانية جريدة ماركا الاسبانية طبعاً ركزت بشكل كبير على فوز ريال مدريد أمام ريال مايوكا الستة واحد في الدوري الاسباني وكتبت اسينسيو إضافة لمهرجان أبيض جديد طبعاً الصحافة تحدثت عن بيان كمان رونالد كومان مدرب برشلونة قبل مواجهة قادش اللي هتتم يمكن خلال ساعات وكتبت كومان يستسلم الصحيفة اهتمت بفوز كمان إشفليا على فالينسيا وتحدثت أكيد عن أتليتكو مدريد حامل اللقب الاسباني السنة اللي فاتت وكتبت وجهان للبطل طبعاً وجهان للبطل لأن طبعاً أتليتكو مدريد يعني الكرب طالع ونازل في فوز وفي تعادل فكان هذا التصريح من هذه الجريدة طيب لسه في اسبانيا مع سبورت الاسبانية اللي ركزت على لقاء زي ما بقول لحضراتكو قادش مع برشلونة في الدوري الاسباني وأكيد حاجة الفريق الكتالوني للفوز بهذه المباراة الصحيفة كتبت اليوم الفوز نعم أو نعم يعني خلاص ما فيش أي حاجة غير الفوز أمام رونالد كومان وكتيبة برشلونة كمان الصحيفة تحدثت عن بيان المدرب طبعاً اللولندي رونالد كومان خلال النادوة الصحفية أو المؤتمر الصحفي قبل اللقاء اللي طالب فيه بدعم غير مشروط بالأقوال والأفعال كتبت طبعاً غير مستدام طبعاً غير مستدام ده فيه إشارة إلى عدم شعور المدير الفني رونالد كومان بالأمان والاستقرار في برشلونة الصحيفة كمان اهتمت بفوز ريال مدريد زي ما قلت حضراتكو ستة واحد على ريال مايوركا وعود للصدارة أو لصدارة الدوري الأسباني وكتبت هاتريك لماركو سينسيو طبعاً ده يعني علامة أو المباراة الكبيرة جداً والأهداف الكبيرة جداً وريال مدريد بفوز ستة واحد طيب نسيب أسبانيا ونروح لفرنسا تحديداً طبعاً مع جريدة لكيب الفرنسية اللي ركزت كمان على فوز فاريس سان جيرمان على ميتس اتنين واحد بصعوبة وبفضل طبعاً هدفي المغربي أشرف حكيمي وكتبت حكيمي في الهجوم اهتمت كمان بتعادل أولومبيك مارسيلي سلبياً أمام إنجيب في الدوري الفرنسي وأكيد أحداث الشغب اللي يمكن شهد اللقاء وكتبت القراهية العالية صحيفة نسيب فرنسا ونروح لإيطاليا الصحف الإيطالية تحديداً فوريري ديلي سبورت ركزت على فوز يوفينتوس الأول تخيلوا فوز يوفينتوس الأول لهذا الموسم الصعب طبعاً 3-2 على حساب سيفيزيا الإيطالي كتبت اليوفينتوس الخلاص يعني كتبت بمعناها أخيراً يعني اليوفينتوس يفوز بمباراة كمان الجريدة تحدثت عن فوز الميلان على فنيسيا 2-0 ومزحمة طبعاً الإنتر في الصدارة وكمان لقاء نابولي وسامدوريا وكتبت ميلان يزاحم إنتر ميلان ونابولي طبعاً يعني بيزحمه كمان النابولي كمان لغاية دلوقتي بيزحمه ما بقول لحضراتكو بالعلامة الكاملة ومنتظر مباراة كمان في الدوري الإيطالي الصحيفة كمان اهتمت بروما أمام أودونيزي وتورينو اللي حيلعب أمام لاتسيو في رومو لسه في إيطاليا مع توتو سبورت اللي ركزت على فوز تاني اليوفينتوس الصعب جداً على سبيزيا 3-2 وهو الأول في الدوري الإيطالي بالنسبة لليوفينتوس وطبعاً أليجري ينتصر أخيراً أليجري المدير الفني لأليوفينتوس يفوز بمباراة في السرية A طيب تعالوا من إيطاليا نروح على إنجلترا تحديداً طبعاً صحيفة ميرور الإنجليزية اللي قالت أكثر مما ينبغي للاتحاد الأوروبي بهاجم طبعاً مخطط إقامة كأس العالم كل عامين بسبب خطورته على اللاعبين يعني طبعاً وكمان ركزت على فرحة نويل بعد طبعاً إقصاء المطارق المطارق طبعاً بيتقلم على الوستهام وفوزه وإقصاءه للمان يونيتد من كاس روبيتت الأندية آخر صحيفة معنا من إنجلترا صحيفة دينيزي ستارت قالت صدمة أولى أمام مستهام وكتبت كذلك الحرب العالمية الثانية طبعاً الاتحاد الأوروبي بيهاجم بشدة خطة الفيفا لتنظيم كاس العالم كل عامين زي ما بقول لحضراتكم يمكن الويفا أو اتحاد الأوروبي يعني بيعارب بشكل كبير جداً وزي ما بقول لحضراتكم يمكن فيه حرب دائرة دلوقتي ما بين الاتحاد الأوروبي والفيفا اعتراضاً من الاتحاد الأوروبي على يعني اقتراح الفيفا بتنظيم كاس العالم كل سنتين طبعاً هو بيقول الموضوع ده هيبقى صعب جداً جداً ولكن الفيفا أعتقد مصممة أو عندها قرار أو عندها اتجاه لإقامة كاس العالم كل سنتين هنشوف الحرب الدائرة ما بين الاتحاد الأوروبي والفيفا هتوصل لإيه لكن لسه عندنا فقرات كتيرة جدا